السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سأقدم لكم مجموعة من العبرات الشائعة وكذلك بعض النصائح التي يمكن أن يقدمها لك الطبيب عند زيارته إذن أصدقائي بدون أن أطل عليكم لنبدأ الدرس على بركة الله قبل ذلك لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك جميع الدروس إذن إذا أردت أن تقول لقد جرحت ذراعي يعني جرحت ذراع ديالي فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لشخص ما لا تأخذش الجرح يعني ما تبقاش تحك الجرحة بزاف يعني حتى تقشرها فسوف تقول له أما إذا أردت أن تقول وضعوا لي ضماضة على الجرح يعني داروا لي واحد البنضة أو إلى واحد الفصمة على الجرح فسوف تقول وأما إذا أردت أن تقول أعطوني حقنتين يعني ضربوا لي جوجة اللي باري فسوف تقول وإذا أردت أن تقول نقلوه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف يعني دو اسبطار ببلومبلونس فسوف تقول لي بارون الاسبطال إن أمبولنسيا 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 وأما إذا أردت أن تقول أحتاج إلى عكاز للمشي يعني محتاج واحد العكاز باش نمشي فسوف تقول وإذا أردت أن تقول وصف للطبيب شراب للسعال يعني طبيب أصفلي أو لاقيدلي وحصيرو ديال الكوحبة فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لقد أجروا له عملية في العمود الفقري يعني داروا له واحد العملية يعني في السنسول أو لا للسنسول ديالو فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لقد خلعوا لي درس العقل يعني حيدوا لي درسة للعقل فسوف تقول وإذا أردت أن تقول هي حامل بتوأم يعني هي حملة بتوأم فسوف تقول وإذا أردت أن تقول أخذوا الدواء مذاب في الماء يعني تنخذ أو لا تنشرب الدواء دائب في الماء فسوف تقول وإذا أردت أن تقول القيام بالتمارين أي التمارين الرياضية والأكل الصحي مفيد للصحة يعني التمارين أو الرياضة والمكلة اللي هي الصحية مفيدة للصحة فسوف تقول وإذا أردت أن تقول ينبغي أن تأخذ الأدوية التي يصفها لك الطبيب يعني خصك تأخذ أو لا تشرب دواء لكي قيدة لك الطبيب فسوف تقول وإذا أردت أن تقول يجب أن تأخذ حبة واحدة كل ثماني ساعات يعني خصك تأخذ واحدة لكيناة كل ثمانية سوية فسوف تقول وإذا أردت أن تقول يجب أن تأكل القليلة من الفاكهة كل يوم يعني خصك تبقى تأكل شوية دي الفاوكي كل نهار فسوف تقول ترجمة نانسي قنقر كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدروس وإلى أن ألقاكم في درس آخر أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر